اشتركوا في القناة نهوض المملكة يوم الجمعة الموافق للثاني من شهر مارس الجاري بصالة الملاكمة بمدينة الملك حسين الرياضية والتي توجى فيها سموه مع الأمير حسين ميرزا رئيس الاتحاد الأردني للجوجيتسو المقاتل الجزائري إلياس بوديكزيام بحزام البطولة بوزن الريشة بعد فوزه على المقاتل البولندي جيكوب كوالويج وكان في وداع سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة لدى مغادرته والوفد المرافق مطار ماركا بالعاصمة الأردنية عمان سعادة السفير أحمد يوسف الرواعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والعميد الركن المهندس الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة الملحق العسكري بسفارة مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من المسؤولين بالسفارة وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية لما قوبل به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة مشيرا سموه إلى أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتوطيل العلاقات في مختلف المجالات لأسي المجالات الرياضية متمنيا سموه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعب مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار اشتركوا في القناة